السلام عليكم ورجعت لكم في حلقة جديدة وهل ما راح أتكلم عن أرسلان سينكي عوداً حميداً يا أرسلان خلونا نبدأ أخيراً عاد أرسلان سينكي اللي كنا ننتظره بفارغ الصبر بفارغ الصبر يعني صراحة عودات أنيميات في أنيميات الصيف بيرزك سوما أرسلان سينكي وهناك في جعبتهم المزيد إن شاء الله المزيد بكلمكم عن أرسلان سينكي كأكشن عودة جميلة لكن ما كان في ذاك الأكشن الدموي لكن كأكشن أحداث تحرك الأحداث وقفزة في القصة يعني المفروض الأنيميات اللي ترجع يعطيك تمهيد يعني زي ما سووا في سوما يعطيك تمهيد ويركد لك الموضوع على حبة حبة مشر سالفة يلا كالبداية يعني خذ على وضع هذا رجع جلد على طول بدأها بمعركة لإنقاذ بشاور كانوا طبعا من بشاور إحين الإكبتانة وخلاص يعني انتهى سيزن اللي فات بشاور أوكي وسووا صلح مع الهنود هذول والحين رايحين إلى إكبتانة صاحبهم العازف على العود تركهم وراحوا وواضح أن ناوسيس راسلة في مهمة مو فقط لفض النزال لا ناوسيس راسلة في مهمة لكن لكن ثم لكن بدأ الأنيمي بقصة السيف هذا حق سخخة سخخة سخخخة 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 وماليش اسمها والله أنسى آسف أنسى المهم في قصة السيف هلمس رايح هي بالسيف وعازف العود رايحوا إياه يعني يلقلون لي صدفة أنا ما جدي يقول إنها صدفة أنا مو مقتل عن صدفة أنا أقول إنها رايح متعمد ليش أرجع الناوسيس ناوسيس لما أرجعوا وأمن حصن بشاورش قال قال ليش ما تلاحقوننا شو القصة المفروض إنه اللوستانيا يلاحقوننا ليش ما لاحقوننا فهل هو يقصد حاكم اللوستانيا ولا يقصد هرمس على العموم السيف هذا الناوسيس حط عين عليه وأكيد طلب من عازف العود هذا إنه يحصل عليه أو إنه يحميه لكن دخول فرسان المعبد حق إنه اللوستانيا هذه الحالها كانت مصيبة أيضا إتوال اللي هو البنت لما راح إلى إكبتانا وشاف الجوائم اللي مسوينها اللوستانيين يعني هنا الحين في صراع مثل ما سيزن اللي فات أرسلان كان في صراع الحين إتوال في صراع ولازم الحين يتوحد الكفة من جديد نرجع المعركة اللي صارت الهجوم من الأمام والهجوم من الخلف والقادر اللي معها أرسلان يا الله المرزبانات مرزبة مرزبة مرزبان بس مرزبة كل واحد فيهم عنده اللي بالأسهم اللي رعي صقور اللي برم حلي بالسيف اللي سيفة سطور وضرب عودة جميلة من أرسلان راكموا بهنا القمة قمة اللي صار اننا نحن الحين ما نادري منه الولد الشارعي هرمس كان يلعب على وتر في السيزن اللي فات انه أرسلان مش الولد الشارعي وهين جاي تلميحات انه حتى هو مش الولد الشارعي انه كل واحد فيهم لازم يسعى حاكم بارس اللي كان محبوس عند اللوستانيين لما قال انك تستنى زيارتك هذي بفرغ الصبر الحديد يصدق واستخدم قوته وفكك السلاسل وقال هذا نمط قتال العبيد اللي يستخدم في مدينة معينة طبعا لما شرحت المارس قال يعني هو كان عبد قلت لا لا مو بالمقصود انه هو كان عبد وقصد انه ملم بجميع انواع القتال وهو مو بس شخص اهوج ولا همج مقاتل بارع وملم بجميع انواع القتال فقعهم ومسك اخو الحاكم ورجع زوجته ولما جات زوجته قالت له ولدي هي تقصد أرسلان أرسلان لا يشبه امه ولا يشبه ابوه هذا شي قلوه في السيزن اللي فات هل هي إذن هرمز وأرسلانه الابن الشرعي وصار تبديل ولا فيه بعد ابن آخر يعني الكل قاعد يبتزل آخر ما في ملك شرعي شلي صاير إذا هم يقصدون أن بتاريخ بارس مملكة الفرس القديمة فعلا مملكة الفرس القديمة ما عليها حاكم عادل حاكم نشر الصلح أنا أكلمكم قديمة 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 قبل أيام الجاهلية جدا جدا المملكة القديمة حق فارس انسوا مملكة فارس اللي بعد حروب الإسلام أنا أكلمكم عن مملكة فارس القديمة جدا كان عندهم حاكم عادل هل هم يقصدون أرسلان الحين ولا مين حتى لدرجة تكلموا عننا العرب كثير الحاكم العادل اللي كان عند فارس سابقا وكيف أنه هزم روم فهل هو أرسلان لأن الحاكم العادل هذا ضمن أنه ما حد يأخذ الحكم إلا أبناءه يعني من عهد الحاكم العادل إيلين سقطت أمبراطورية الفرس على يد المسلمين النسل ما تغير حق الحكام الآن في زعاز على نسل الحكام فهذه واضح أنه يتكلمون عن المرحلة التاريخية اللي قبل توحد النسل الحاكم لمملكة فارس فمنه فعلا منه الوائث الشارعي هل هو أرسلان أمه أبوه هرمز ما حد يدري يعني أنا قلت كلمة الماجد وقلتها لكل عشاق الأنيمي راح Game of Thrones جاك أرسلان سينكي راح تمتعد Game of Thrones جاك الحين أرسلان سينكي كبداية أرسلان سينكي عشرة من عشرة عشرة من عشرة اللي بيقول لي يسلك الطب كيفك مع نفسك أنا بالنسبة لي عشرة من عشرة أي أنيمي ما يوصل إلى خمسة من عشرة ما أنا متكلم عنه لازم أقلت لكم اللي ما يناسبني يناسبك فالظلم أني أتكلم عن أنيمي وقول لك أنه بايخ لكن أرسلان سينكي عشرة من عشرة وأصفق لك أصفق لك أيضا في النهاية أحب أقول لكم كل عام متو بخير مبارك وأحلى عيدية مني لكم نراحة أكثر لكم الحلقات إن شاء الله هالأسبوع والعيدية اللي أستنىها منكم فعلا فعلا هو نشر الحلقات تعليقاتكم الإيجابية اشتراككم في القناة الهاشتاغ هذا A.I.Showna كما جميع معايداتكم حط فيها بس هاشتاغ A.I.Showna كما تاج على راسي اللي يبغى يعيدني على حسابي في البيبال هذا هو الحساب قدامك فوق إيميلي لأنك تبغى طرق أخرى أو عندك طريقة ثانية غير البيبال تبي تساعدنا وتعيدنا بها تفضل وقولوا معاي في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله لا أنت أستغفرك وأتوب إليك الاشتراك اشتراك وشكراك 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 وشكراك